قالوك يا أمري بنتي خمس سنين مش بتسمع الكلام خالص بقولها على الحاجة خالط مرة واثنين وعشرة و لما بتخرجني عن شعوري بتضربها و برضه بتسمعش الكلام و كل شوية تقولي أنا أسفى حقك علي أنا ما عنديش غيرها يا حبيبتي يعني مؤدبة والله خمس سنين وبتقولك أنا أسفى يعني أول لما تحس إنها خرجت عن شعورها يبقى كده خلاص فص المنطق من الشغال والمشاعر بس هي الشغالة هي محتاج تعمل وقفة وتخطها طول ور يعني أنا صحي أكتر إن أنا أسيب الولد على هيئة الغلط ولا إني أضربه وعنفه وأعود أبني بقفة وأكبر من المشاعر السلبية اللي جواه وهتعود علي بعد كده طبعا فكرة الضرب دي أحيانا بتخلي الأهل بيوصلوا لمرحلة دي لأن هم عايزين يشوفوا في عينين ولادهم هم عايزين يشوفوا الخوف اللي هم بيترجموا إن ده احترام أو إن ده هيبة ليهم أو إن ده كده يعني حيتمعوا كلامهم هو دي حاجة وده حاجة مشاعر الخوف حاجة إني أخاف من بابايا إنه يضربني أو أخاف من مومتي إنها توجعني حاجة وإني أحترمها أو أسمع كلامها أو إني أهابز على هذه حاجة تانية طبعا أنا عمري ما هعرف ربي ولا بالقهر ولا بالصحق ولا بالإهانة خالص حتى لو عملت كده لفترة هو أنا آخري أربع خمس سنين بعد كده الولاد على فكرة بقى عندها وعي وهتعرف ترد علي وهتعرف تدايقني وهتعرف هندخل في معركة أنا أصلا مش هو ده هدفي هو أنا هدفي إنه إحنا نعمل إيه نوصل لحتة معينة كويسة يعني أي أم هدفها إيه من تربية ولدها يطلع كويس وعلاقتنا تبقى كويسة وعلاقتنا طيبة لا لا بس في أمهات يعني خلينا أقولك كده في أمهات وأباء هدفهم يكسروا ولدهم يعني ابني لازم يعرف أن أنا القوي ابني لازم يعرف أن أنا المسيطرة هيخسروا ابني يازم يعرف أن أنا لكلماتي يازم تمشي في أمهات بتقول كده هيخسروا هتخسر طبعا لا هي هتخسر ابنها أول واحد وفي دراسات كتير بتقول الأمهات والأبهات الأكثر عنفا مع الولاد هم أكثر ولاد ما بيرجعوش يحنوا ويبروا أهلهم لما بيكبروا ودي في الكتب اللي هي كلها أجنبية مش حتى يعني حتى تلبر وأن اللي هم يرجعوا تاني يحتضنوهم ويبروهم دي بتبدأ من الصغر أن أنا بابني في الحب والعلاقة اللي بيني وبينه فطول ما أنا مش جوايا تعاطف تجاهه طول ما أنا مش جوايا أن أنا عايزة أبني علاقة كويسة بيني وبينه أنا مش هعارف أربيه اللي أنا عايزة أوصله مش هعارف أوصله يعني إذن التاارجت بتاعي أو هدفي مش أني ابني يعرف إن أنا الأقوى وإن أنا لكلمتي المسموعة وإن أنا بابي أو أنا لأ خالص مش دا لأنا عايزة أوصله خالص دا غلط أو يخاف مني مش دا لأنا عايزةarda بالعكس أنا عايزة ابني يحبني ويبقى فيه مشاعر ما بيننا وهو دا التربية بالمشاعر عشان يقتنع إن أنا كلامي دا لمصلحته ويعرف إن أنا لما بوجهه بوجهه عشان بحبه عشان خايف عليهم عشان خايف مني مش راجع لحد تاني مش راجع لحضن واحد تاني عشان انا مش لقي حضن امي وابويا نعم فهو الخاسر الاول من القصة والطريقة التربية بالتعنيف هو الام والاب مش الولاد